لو تسألني بشكل شخصي أنا من أنصار العمل الحر يعني بس دي طبيعة مش بتناسب كل البشر لأن اللي بيعمل عمل حر لازم تتوفر فيه ملكات وقدرات إبداعية ويبقى خلاق ومبدع علشان عمله ده يستمر ويبقى عنده صبر وجلد مش عند أول أزمة يقفل الدكانة ويروح لا لازم يشتغل بشكل مستمر هنا النهاردة أنا بصلط الضوء على بنك كبير أحد البنوك الحكومية الكبرى وهو البنك الأهل المصري ولما أذكر البنك الأهل المصري أيضا لازم أذكر بنك مصر وبنك القايرة كافة البنوك الحكومية بتقدم خدمات بس حديثنا النهاردة يكون على البنك الأهل لأنه ضيفي من البنك الأهل ويخلونا نبعد تحية لهذا البنك العريق بمناسبة مرور 125 سنة على إنشاءه فقرة الحوارية على إيه؟ حاجة أقول لك لو أنت أي أن كان بقى سنة عندك مشروع عندك فكرة مشروع لأدراسة جدوة مبسطة تستطيع أن تذهب إلى هذا البنك وتحصل على قرد بفايدة 5% بشرط إن مشروعك يبقى صناعي زراعي لو تجاري دي سكة تانية هيبقى بفايدة أعلى شوية وعلشان تعرف أيضا أن هذا ما أقدم لك هو قائم بالفعل منذ سنوات وضيفي هيحدثك بالأرقام على إجمال القروض الكبيرة اللي خرجت ليه شباب برحب بحضراتكم مرة أخرى وبرحب بضيفي أستاذ طريق حسن رئيس مجبوعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصر مساء الفل أستاذ طريق مساء الفل يا أخمدي مؤلم بحضرتك أستاذ المشاهدين كل سنة وأنتو طيبين الأول في البنك مرور 125 سنة إن شاء الله ده أقدم بنك في المنطقة كده إن شاء الله طبعا طبعا 125 سنة ده تاريخ كبير أنا بشوف إعلانات كتيرة في الشوارع بمناسبة 125 سنة وإن شاء الله نحتفل بالمناسبة دي بطريقة مختلفة السنة هو طريقة مختلفة يبقى عملاء البنك تقعدت لكل واحد وأنا عمير في الباك تقعدت له 10.000 جنيه عشي حدية كده معنا أنا بصراحة خدنا موافقات من نظات البنك إنه هنعمل حفلات صحور وإفطار للأسادة العملة العملة كلهم أسادة بتوع المشاعر الصغيرة دي بتفعل لنا سلاسل إمداد وتمهيل حلو بتعمل لنا تواصل بين الناس بتعمل لنا تكامل ما باشي تنافسه سنة فاري أنا عميل أدين إن شاء الله أدينك علي وأنا عميلها بكل مصر يعني باللؤس إن شاء الله إن شاء الله والدلت والصعيد والقاهرة وحنا جلبناها سنة لفترة عملناها واحدة في القاهرة واحدة في السكندرية بلده كان ملدودة طيب جدا وكمان طلعنا فيها تصريح كتيرة يعني عملنا فيها زيادات للتسلات تعرف حضرة كان فيه تغير في سعر الصالف فتكلفة الأموال كان زادت عند الناس لما زادت عند الناس فإحنا خدنا قرار في البنك الأهلي إن إحنا ندي زيادة في التسلات القايمة للعميل في حدود 25% بدون دراسة بس يفتل إحتياج التمويل طب حليني نبدأ من أول الكلام دلوقتي أنتو عاملين بحفاظة قروط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحضرتك رئيس المجموعة بتاعة هذه المشروعات الموضوع ده بدأ إمتى تريقه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو البنك المتبنيها من سنة 1922 بس ما كانتش فيه تصنيفة لحاجة اسمها مشروعات صغيرة كان كل المشروعات على عبدائها زمان يعني إحنا أصلا في 22 ده جملاسك بس مرور 25 عام كنتم تتعام مشروعات صغيرة كنا بنيدي لإقلي من 50 فدان تمويل عشان يقدر كنا متبنين الزراعة والري والدنيا حسنا إحتياجات الناس كنتم باك الوحيد اللي في الليلة يعني حضرتك النهضة إحنا وصلنا 26 مليار جنيه للزراعة النهضة إبنام الحاجة اسمها زراعة طيب حلنا نتكلم عما هو حديث تمام أحدث يعني برنامج ظهر 2019 ولا 2018 2020 عملنا حاجة اسمها الأهل بيزنس الأهل بيزنس ده عملنا التأسيرات عشان ندي للشمول المالي بصورة عام أقول لك الصدق الرسمي اندخله عملنا برامة منمطة للمع بيعاته أقل من 20 مليون في السن استغلنا إيه بقى حضرتك أن البنك المركزي هننزل تأسيرات لهذه المشروعات قال ما يشترطش يجب لي ميزانية يعني عمله كشف موجودات وبالتالي أنا كنت بالله أكلف العميل ميزانية وأنا بنزل أشوفه بنفسي وبعمله الاستعلام وبديله التسهيل في مدة بسيطة جدا لأننا عملنا الدراسة منمطة وما فاش ضمانات الضمانة الوحيدة هي المشروع زائد شركة ضمان مخاطر الاتمان شركة ضمان مخاطر غامر شركة من شركات البنك المركزي طيب المحفظة قد إيه المحفظة عندنا النهضة 147 مليار جنيه لمية واحدة وتلاتين ألف عميل لحظة البنك الأهلي طلع 147 مليار جنيه ده رصيد القايم دلوقتي طلحهم قروض يعني دوم يكون مطلع في 600 ولا 700 مليار ده ده المتبقر والذي تسدد والذي تعمل أنه عندنا حضرتك رصيد 147 مليار 147 مليار قدمتهم لكم شاب أو شاب عميل يعني مية واحدة وتلاتين ألف عميل مية واحدة وتلاتين ألف عميل ده بخلاف في حاجة غير مباشرة عندنا نعم نحن عندنا مؤسسات إعادة الإقراض إحنا بحدة بنحسبها عميل واحد لكن مؤسسات إعادة الإقراض دي تممولها ربما مية وخمسين ألف شاب وسيدة في القرى وحياة كريمة المبالغة البسيطة يعني عفوا يعني إيه مؤسسات معاونة جمعية خيرية مؤسسات إعادة إقراض يعني إحنا عندنا مثلا في البنك الآلي حاجة اسمعنا لتمكين دي مؤسسة زي بتاع التسهيل لانا مش عايز بس 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 بلسمية دي بتمول صغال 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 المستثمرين يعني شاب عايز يملكشك عايز يدفع عشرين ألف عيال ماله بعشرين تلاتين ألف جنيه فانا كبنك آلي مؤسسة كبيرة مش عارف أتابع ربما خمسين ألف واحد مش مش عارف أتابع وانا لازم يجب شركات تحصير وشركات مختلفة طبعا أنا عندي قريدي مؤسسات قاعد إقراض مسموح لها تقرد تقدر قاعدها لابدها التسهيل بسعر مناسر بس طبعا ده معظمه تجاري فالسعر مناسر بالنسبة له قريدي والإقراض اللي بينزل من المنك المركزي وحط زيارة هو بيعيد إقراضه للناس بس الفايدة أعلى طبعا 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 أعلى مننا بس نوعي طبعا طبعا طب تحت إشرافك ورقبتك آه لأننا التسهيل كده ولا كده بيستددي بس مين اللي بيحدد الفايدة من لا هو الشركات أنا أديته مثلا نصف في المئة فوق القريدي والإقراض إنه هذا 17 وراب أنا أديته مثلا بـ 18 وراب لكن مش بديدينه 5% لا 5% للصنوع 5% بيجيني الانتاج ده بيجيني طيب هارجع تاني علشان أبسط علشان أتمتع بفايدة 5% واروح للبنك الأهلي أخذها كقارد للمشروعي لازم المشروعي يكون إنتاجي يعني صناعي أو زراعي ما بيعاته أو إرادته ما تزدش عام 50 مليون جنيه آه ده بديله بـ 5 مليون طبعا من مليون و50 مليون يعني مليون ورابيع يخذ حتى سقف 50 مليون لكن إنتاجي يبقى لازم عنده مصنع بيصنع حاجة أو استرطة أب لسه يعني المصنع سيان أو عنده أرض بيزرحها وممكن يستصلحها آه وبعمله طاقة شمسية وبغياله نظام الرأي حضرتك ده الكلام ده دلوقتي مطلوب عشان التميال المستدامة والتمويل الأخطر آه تربية مواشي تربية مواشي عندي بس إحنا دلوقتي تغيالنا يعني حولنا للإستراض أكتر بعد توجهات الرئاسة من أننا أخذ الأعلى إنتاجية الأعلى إنتاجية المستوى إحنا عندنا الرأس البلدي إنتاجيته أقال ومرأة أقال ما هو يستورد رأس آه فنجيب الرؤوس زي هنشتغل على الرؤوس المستوردة وكمان اتفاقنا موزارة الزراعة هنا محددين قايمة موردين عندنا جاهزة آه أنا بقول لي فأنا لو عايزة ربي أروح للبنك يبعتني لوزارة الزراعة أخذ كام رأس وأنا موفر المكان تمام وأخذ عليه فائدة الخمسة في الماء خمسة في الماء حضرتك خلي باله بس عشان في ناس بتحسب البنك الآلي بيختار المورد لا أنا واختارش المورد أنا بقول له القايمة المعتملة من الضبط الصراع كذا هو يختار واحد بينهم لاب إنه لا أتدخل مع العميل العميل هو بيشتر رؤوس من المكان اللي يعجبه طيب أنا مطلوب مني لو أنا بعمل نشاط صناعي أو زراعي أنا عندي أربعين سنة مردت عندي تراكم من الخبرات في نشاط ما بس لسه ما عملتوش وجايلك علشان تديني قرد هتطلب مني إيه هطلب منه أولا لازي ما أخد المستناعات السبتية للمكان يعني حضيك عندك مصنوع المصنوع ده أكيد أنت عندك ليه مستناعات ملكية أو إيجار عندك دراسة جدوى أنت تدخل مشروع ده عشان تكسب أنا ممكن أساعدك من خلال رواد النيل أقولك تعمل دراسة جدوى إزاي أساعدك في الفكرة وتنميتها أساعدك في أن أوجهك الأقلة بفرح يعني أساعدك أن تطلع للمستناعات الرسمية ده دور رواد النيل أقول لحضيك لازم يجيب لدراسة أنا بقوله أنت مشروع أنت جاية تأخذ أرض زي دي عشان تعمل على المصنع الأرض ديت الأرض ديت معك مستناعات ملكية أو إيجار صحيح وقد تبقى لحضيك طب تعملها مصنع إيه هعملها مصنع بلاستيك هتجيب لدراسة جدوى تقول أن مصنع بلاستيك هتحتاج له أقل الأرض ملكية أو إيجار إيجار أو ملكية ما عنديش مشكلة تفرقش بس الإيجار لازم يتناسب مع فترة التمويين يعني خمس سنين يعني بذيله خمس سنين يجب لازم الإيجار خمس سنين هو عد الإيجار ثلاث سنين يعني قدر إمكان أقول له هعمل لك ثلاث سنين وعمل لك متدرجة عشان مش عايش هتعيبه برضو أنا ههميني المشروع نفسه نعم